وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 423 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 61 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 15 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر تم ضبط قرابة 46 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 612 قضية من بينها 155 قضية خبز ناقص الوزن و124 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 25 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر